مع اشتداد العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الامريكية على النظام السوري يبذل الاخير مساعي حثيثة لتعزيز توجهه نحو الشرق في محاولة لكسر الجمود الذي سببته العقوبات ووفق ما نقلته صحيفة الشرق الاوسط اللندنية فان زيارة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم الاسبوع الماضي الى كل من الصين وكوريا الشمالية تكشف عن طموح لاحداث خرق يلتف على العقوبات عبر الصين التي تدور الشكوك حول دور لها في تأمين ممر التفافي على العقوبات الاقتصادية المصادر ذاتها اكدت ان عين النظام السوري وطهيران على مبادرة الحزام والطريق التي اطلق عليها الرئيس الصيني شي جيمبانغ اسم مشروع القرن والتي يمكن ان يكون لكل من ايران والنظام السوري نصيب فيها يساعدهما على مواجهة العقوبات الامريكية وبحسب المصادر فان الصين ابدت استعدادها للمشاركة في اعادة اعمار سوريا عقب الزيارة التي اجرها المعلم اليها اما بالنسبة لكوريا الشمالية فقد شهدت الجلسة التي عقدت بين المعلم ونظره ري يونغ توقيع مذكرة تفاهم لانشاء لجنة للتشاور السياسي فضلا عن مواجهة التحديات والاجراءات الاحادية التي فرضتها واشنطن على النظامين باشكال مختلفة وكانت تقارير اعلامية اتهمت كوريا الشمالية بتزويد النظام السوري بالاسلحة والمعدات العسكرية طوال فترة الحرب في سوريا بالاضافة الى انباء حول وجود مستشارين عسكريين من كوريا الشمالية في سوريا يساندون قوات النظام في حربها مع الفصائل المسلحة